من بيت لحم احنا اليوم جايين نحكي عن مشكلة انقطاع المياه واللي بدأت من شهر تقريبا تتفاقم حتى اصبحت معضلة حقيقية فعليا هذا الموضوع له انعكاسات عديدة اولها واثرها الاول على قطاع الصياحة علما بان الموسم يبدأ من الان الوفود تتوافد هنا على بيت لحم بعد انقطاع لمدة عامين بسبب الكورونا لذلك اصحاب المحال التجارية وايضا المصالح الخاصة بالسياحة هم في ازمة حقيقية بفعل انقطاع المياه اضافة الى المواطن الذي عليه الان عبئه ان يشتري المياه لكي يقضي حاجته وحاجة ابنائه فمن هو السبب وما هي المشكلة اليوم نتحدث من خلال تقريرنا للبلديات دور مهم في تصويب المسار لذلك توجهنا لرئيس بلدية بيت سحور لنسمع منه كيف تصرفت البلديات الثلاث مع مشكلات انقطاع المياه في محافظة بيت لحم حقيقة مش مثل البلديات الثلاث اللي واجهت ازمة ماء المحافظة كلها بشكل عام يعني واسع اولا احنا دخلنا في مرحلة الصيف ورتفع ذرجات الحرارة واثنين رجعت رجع اقطاع السياحة للبلد الثلاث هنا في محافظة بيت لحم يعني عنا كثير من قاعات الافراح خليلنا نقول في المناسبات يعني حتى من من خارج المحافظة في يعني في في يعني في حضور قوي للناس في في المرافق السياحية الموجودة او المرافق مثل المطاعم وغيرها فهذا كله زاد من استهلاك المي اقتصر تدخل البلديات باعلام المواطنين ببرنامج انقطاع المياه فما كان من المواطن الا ان يذهبا الى مصدر اخر لشراء المياه المفروض الناس يعني يعني خزناتهم تكون فيها شوي علقة لتدبر حالهم في كثير من الناس حقيقة راح وجابوا تنكات يعني انا ما احدش بخ في هذه الحقيقة انه راح جابوا تنكات بس انا في هذه اللحظة يعني في هذا يعني منقدرش نسوي شي ما في دينا حلي سلطة المياه والمجاري تغطي مئة وعشرين الف نسمة في محافظة بيت لحم ويفترض في الحالة الطبيعية ان تحصل على ثمانية عشر الف كوب الا انها تحصل فقط على ما يقارب لاثني عشر الف كوب تقريبا طبعا احنا بشكل دوري كل صيفية منواجه مشكلة انقطاعات المياه المستمر مش اول سنة هاي بتسير ولكن كل فترة من حاول ان يكون في عنا برنامج توزيع عادل لجميع المواطنين بس اسباب انقطاع المياه وبشكل مستمر احنا في عنا اشكالية كبيرة في ادارة المصادر لانه لا نمتلك ولا بئر ارتوازي او بئر جوفي نقوم بتزويد او انتاج المياه بشكل دوري تعطل محطة عشغراب والتي تزود المحافظة بخمسة الاف كوب تقريبا وتوقفها عن العمل لمدة ثلاثة ايام كان من احد الاسباب الرئيسية في تفاقم الازمة قطاع السياحة احنا بنتمنى انه يترجع السياحة ولكن على وجود هذه الازمة التي نعاني منها ستتفاقم الامور اكثر احنا هلا مع العم ابو بهجة احد المواطنين المتضررين من انقطاع المياه عم احكي لنا عن معاناتك مع هالموضوع بالطبع كل شهر شهرين لما تجينا مرة ورايحين جاين على دائرة المياه ورايحين جاين بدون فعل طب دائرة المياه بتحكي لنا المشكلة في عطل ما فيش هذا مننا مؤمن مرة انا متأكد تمام لانه التنكات رايحة جاية محملة كيف المضخة خربانة وتعب تنكات ستشاري تنكين شهرين وشوية المياه ما جيتش تقدرش عندي بونة اخرى مجبورة شتري يعني عم شو رسالتك بما يتعلق بموضوع انقطاع المياه بالناشد الجميع ان تجينا المياه دق بصورة دائمة يعني اكثر من عشر تيام حرام اكثر من عشر تيام حرام احنا بشر العم ابو بهجة حاله مثل باقي حال المواطنين المحرومين من حقهم الطبيعي في الحصول على المياه ويبقى السؤال الى متى ستعاني هذه المدينة السياحية بدرجة اولى من نقص المياه للدنيا يا دنيا لينا عودة اشتركوا في القناة